بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروس الماء الطهور وفي هذا الدرس نتحدث عن عدة مسائل في الماء الطهور مع النجاسة المسألة الأولى إذا لاقى الماء الطهور النجاسة وهو دون القلتين الحكم ينجس على المذهب الحنبلي كما سبق أن قررنا واستدلوا على هذا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أن الماء إذا كان أقل من القلتين ووقعت فيه النجاسة فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير والسبب إرادة هذه المسألة هي ما استثناه الحنابلة في مسألة إذا لاقى الماء الطهور النجاسة في محل التطهير فهل ينجس أم لا ينجس؟ على القاعدة أنه يكون أقل من قلتين وبالتالي فإنه ينجس لكن استثنوا هذه المسألة مسألة ما إذا لاقى الماء الطهور النجاسة في محل التطهير وهو أقل من قلتين قالوا لا ينجس مثال لو أن إنسانا في ثوبه نجاسة وأراد أن يزيلها فبالتالي سيصب عليها الماء وسيكون هذا الماء يسير أقل من القلتين فإذا قلنا أنه ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة فإنه بالتالي لا يمكن تطهير هذه النجاسة لأن الماء إذا تنجس بالملاقاة لم يطهر وبالتالي لا يزيل النجاسة وهكذا وبالتالي استثنوا هذه المسألة فقالوا إذا لاقى الماء الطهور النجاسة في محل التطهير وإن كان أقل من قلتين فإنه لا ينجس وبهذا احنا ذكرنا ما ذهب إليه شيخ لسان بن تيميا وما ذهب إليه الشيخ بن عثيميا رحمه الله ولم يحددوا بقليل وكثير فقالوا الماء إذا كان أقل إذا كان الماء فقالوا الماء إذا كان إذا وقعت فيه النجاسة فتغير بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليل أو كثير وإذا لم يتغير بالنجاسة فهو طهور سواء كان قليل أو كثير وبالتالي لا ترد هذه المسائل عند من اعتمد هذا القول وهو الراجح والله أعلم المسألة الثانية الماء المنفصل عن محل نجاسة قبل زوالها أي الماء حينما ينفصل عن تطهير النجاسة سواء كانت في الثوب أو في البدن أو في المكان فهل الماء المنفصل عن محل هذه النجاسة هل هو نجس أم هو طهور مثال ماء طهور يقول الحنابلة أن هذا الماء هو ماء نجس لماذا؟ قالوا لأنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها وحكمها لا يزول إلا بالغسلة السابعة على القول بالعدد على القول بأن المجزي في عدد الغسلات التي يطهر أو تطهر لا يطهر بها المكان أو الثوب من النجاسة هي سبع فإذا قلنا بالأولى وانفصل الماء في الثانية أو في الثالثة إذا تطهر المكان في الأولى ثم انفصل الماء في الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة ولو كان نظيفا ليس فيه أثر للنجاسة لكن قالوا أنه يبقى منفصل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها يعني قبل زوال حكمها بالعدد الذي ثبت كما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نجاسة الكلب يغسلها سبعا ولاها بالتراب أو إحداها بالتراب إذن هذه المسألة نخلص فيها إلى أن الماء المنفصل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها هو حكمه أنه نجس المسألة الثالثة طرق تطهير الماء النجس ذكر الفقهاء أن هناك ثلاث طرق الطريق الأول هو المكاثرة بمعنى أن يضيف إليه ماء كثيرا يضيف إلى هذا الماء النجس ماء طهورا كثيرا حتى يذهب النجاسة عندنا إناء فيه ماء نجس مقداره قلة أو قلة ونصف ثم أضفنا عليه في حوض أو في إناء كبير ماء كثيرا فذهب بالنجاسة فيكون بعد ذلك الماء طهورا إذن هذه الطريقة الأولى بالمكاثرة الطريقة الثانية أن يتغير الماء بنفسه دون أن يتدخل أحد وهو ما بلغ القلتين ماء كثير قلتين فأكثر وقعت في نجاسة ثم ذهبت النجاسة ولم يبقى لها أثر فنقول تغير بنفسه فبالتالي أصبح الماء طهورا لأن الماء الكثير يقوى على تطهير غيره فتطهير نفسه أو تطهيره لنفسه من باب أولى إذا تغير بنفسه وزالت النجاسة وقوية على إزالة النجاسة فيكون طهورا إذن هذه الطريقة الثانية أن يتغير بنفسه الطريقة الثالثة بالنزح أن تقع النجاسة في الماء فينزح منه ماء كثيرا بحيث أن الذي يبقى يكون أكثر من قلتين ولا يتغير ليس متغيرا لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته فيكون بذلك طهورا فهذا الماء الباقي بعد النزح يكون طهورا شرطا أن يكون الباقي قلتان فأكثر قال ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس طهورا متى تغير الماء النجس وزالت النجاسة بأي طريق وبأي وسيلة فإنه حينئذ يكون الماء طهور سواء كان بالمكاثرة أو بالنزح أو تغير بنفسه أو تغير بأي طريق كان من طرق إزالة النجاسة من الماء الطهور المسألة الرابعة تطهير الماء المتغير بالتراب الماء النجس تطهيره بالتراب مثال أن نضيف إلى ماء وقعت فيه نجاسة غيرته نضيف إليه تراب فترسب هذا التراب وأزال النجاسة فهل يكون الماء الطهور بتطهيره بالماء النجس الذي وقعت في نجاسة هل يكون تطهيره بالتراب مطهر للماء بحيث يبقى الماء طهورا أو يصبح الماء طهورا قالوا لا ليس مطهر تطهير الماء المتغير بالنجاسة بالتراب لا يطهره التراب مع أنه أحد الطهورين لماذا؟ لأن قالوا لأن التطهر أو الطهارة بالتراب ليس الطهارة حسية وإنما هي طهارة معنوية في التيمم حينما تتيمم لا يعني أنك ترفع الطهارة الحسية وإنما هذا طهارة معنوية على المذهب قال ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أنه إذا زال أو إذا تغير الماء النجس وزالت هذه النجاسة بالتراب أو بأي طريقة فإن الماء يكون طهورا وبالتالي في هذه المسألة يكون الماء طهور إذا تغيرت النجاسة أو ذهبت النجاسة أو زالت النجاسة بالتراب ولا فرق بين أن يكون كثيرا أو يسيرا ولا فرق أن يكون بالتراب أو بغير التراب المهم أن تتغير النجاسة لماذا؟ لأن العلة واحدة متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورا وهذا أيسر فهما وأيسر عملا والله أعلم